شهد اليوم مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية عمال الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة الصحة العامة للتسوية مراجعة برنامج مكافحة التراكومة الذي يصيب العيون المؤسسة برأسها مدير الخدمات الصحية الدكتور بانغاري ماجينغار مريم عبد الرحيم مرضي المياه البيضاء هي عبارة عن قشاوة على عدسة العين تؤدي إلى ضعف الرؤية وتؤدي المياه البيضاء إلى حدوث ألم في العين وفقدان للبصر ولأجل ذلك فقد أتت هذه الورشة السنوية لمراجعة برامج مكافحة التراكومة الذي يصيب العين ممثل وزيرة الصحة العامة دكتور بانغار مياجينغار أوضح بأن الهدف من هذه الورشة هو تواجد الكم الهائل من الحالات المرضية وبحسب التوسيات الصادرة من التحالف الطبي من أجل تحسين معالجة المياه البيضاء كما هو محدد من هنا إلى عام 2020 فإن بلاد ناتشات على غرار دول العالم تقوم بمكافحة هذا المرض وذلك بالتعاون مع الهيئات الطبية والصحية وضمن تأكيدات وحرص البلاد على القضاء كليا عليه في غضون عشرة سنوات ونشير إلى أن وزارة الصحة العامة تعاونت مع بعض الوزارات الأخرى كوزارة المياه الجوفية ووزارة التربية الوطنية ووزارة البيئة والصيد وكل هذه الجهود تنصب لمعالجة حوالي مليوني شخص بحاجة إلى عمليات جراحية في عشر مستوصفات وهذه الملاكز في قراءة وسلامات وسلاوة وداي لمعالجة المرضى